ألح على الله بالدعاء وأبشر وأبشر ويأتينا الآية التي بعدها هو الأول والآخر والظاهر والباطن يمكن الوقت ما يسعنا لتفسيرها لكنها آيات عظيمة آيات عظيمة من عظمتها أنها سبب الغنى سبب ذهاب الفقر أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترنذي والبيهقي من حديث أبي هريرة أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وهي تعبة من خدمة البيت وقالت يا رسول الله أريد خادمة قال أفلا أدلك على خير من خادم قالت بلى قال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر ما قالها عبد مخلصا لله إلا قضى الله دينه وأغناه من الفقر أين نحن أين العالم الذي يشكو مشكلة الفقر اليوم ويشكو أين نحن